السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة دعم درسي الاعزان يمكن تلقوه في الفيديو الخاص بالمستوى الرابع اللي في انشطة تقويم تشخيصي ديال اللغة العربية اذا نتلقو ال pdf اسفل الفيديو ان شاء الله وغتلقو كذلك الرابط لك يهم هاد المستوى اللي في الدروس ديال المستوى الرابع ان شاء الله كذلك اسفل الفيديو وغتلقو رابط ديال الصفحة ديال فيسبوك اللي عنده نفس الاسم ديال القناة ونفس اللوغو وغتلقو فيها هاد الفرد على شكل صور الناس اللي كيحتاجوا على شكل صور هيلقاوا ان شاء الله على صفحة الفيسبوك ولي بغيت نضم لنا كذلك على الواتساب اذا فمرحبا نغنخليه ان شاء الله الراقم ديال الواتساب اسفل الفيديو لانضمام الى ذاك الروب الخاص ديال فيسبوك ديال الواتساب عفوا اذا نغنبدا وغنبداو بالتراكي اللي بغيت نوضح لكم ان الوليدات ما اللي كانوا في الثالث ما كانوش كيقروا التراكيب والصرف والتحويل بشكل مباشر كيما قرأنا احنا يعني من الثالث رعنا الدرس لغوي في تراكيب في صرف وتحويل الا كيقروا ضمني كيقروا الاملاء فقط لكي عندهم يعني العنوان ديالو املاء وادي ما تبقى التراكيب والصرف والتحويل يعني ما كيقرواش ما كيقرواش بشكل مباشر يدان كيقروا بطريقة ضمني يعني الاستاذ ممكن تقولوش اليوم عندكم درس تراكيب اليوم عندكم درس ديال الصرف والتحويل يدان ما كانوش كيقروا بحلقة وما كانوش كيعطوهم تذوك الاسماء مباشرة يعني ان هذا ناس يخفي عليه هذا كي تسمى يقدر يكون شيء استاذ كيوصل معهم له هاد المرحلة لالقى الوليدات اثنين شوية يعني ممكن يواكبوا معه كيعطيهم الاسماء دير هادوك الظواهر مباشرة سينو كيعطيهم يعني كيعطيهم هادو كل يعني الظواهر كيعطيهم على شكل تطبيقي كيطبقوا مباشرة بلا ما كيعرفوا القاعدة يعني كيمارسوها في اللغة مفهم اذا غنشوفوا قعد كتابة الجمل بعد ادخال الناسخ هما الناسخ ما كانش عندهم بصاريح العبارة الناسخ يعني يقدر مليقنا الناسخ يقولوا شنا هو الناسخ ولي هو هاد ليس و هاد كان و هاد اين اللي كتكت قرأ اسميتهم نواسخ مفهم اذا ليس ناسخ فعلي هو هادش ما عارفوش يعني بصاريح العبارة او اشنو كيدير يرفع و ينصب ما عارفوش ولكن عارفها بحلاكة لانه كيستخدمها مفهم اذا ليس مليك الدخول على الجمله الاسمية اذا انتم الوالدين هنشرح لكم باش تعرفوا اللابسك بالخاطئ انه فين رساكبه اذا ليس ناسخ فعلي ياك من اخوات كان اش كدير الجملة الاسمية دب هدي جملة اسمية الجدول و عام يقون فيه مبتدأ و فيه خبر مليك الدخول على الجملة الاسمية هادي اللي كانت بجوج عندها المبتدأ مرفوع و الخبر مرفوع كتبدل فيها اش كدير كترفع المبتدأ ولكن كتنصب الخبر هاو المبتدأ كيبقى مرفوعية ولكن الخبر كتنصب كيف اش تقول لي ليس الجدول عاميقا فهم اذا اخوات كان لمنهم ليس مليك الدخول على الجملة الاسمية اش كدير ترفعوا المبتدأ و تنصبوا الخبر ان و اخواتها النواسخ الحرفي العكس اش كدير تنصبوا المبتدأ و ترفعوا الخبر ان الجدول عاميقون ان الجدول عاميقون اذا اخوات كان كترفع هذا كتنصب و اخوات ان كتنصب هذا كترفع اذا هو هاد شي مقرأ و اش بحالك بصريحة عبارة ولكن قلت لكم تكرار الامتلة حس كيستوعب هو القاعدة ضمنيا اذا ادخلوا النواسب والجوازم على ميالي كذلك مقرأ و شرى هادو نواسب و هادو الجوازم ولكن اعرف ان لن مليك الدخول على الفعل شنو كدير ليه اذا لن تنصب تنصب الفعل المضارع فهم الفعل المضارع يكون مرفوع يتغيب و فعل مضارع مرفوع ولكن الى دخلت عليه لن كتح يدير فتحة و كتح يدير الضمة و كتجيب بلاستها الفتحة اذا لن يتغيب يتغيب كريم عن المدرسات فهم اذا لن بقوت تكراري يلا غنعطك هادو الجملة يلا دخل عليها لن هو اوتوماتيك موغي و يدير هادو التغيير بلا ما يعرف ان لن رهم نواسي بالفعل المضارع كذلك لم كتجزم كتدير السكون مفهم جوازم كتدير السكون اذا بقوت عودتاني ما عودنا لي كل مرة نعطوه جملة فيها فعلو ندخل عليه الجزم و كي ياخد السكون صافي ولا تقاعدة عندو ضمنية اذا هنديرو لم يتغيب يتغيب كريم عن المدرسة اذا بحلكة كانوا يقرؤوا الولدية دابا ان شاء الله في الرابع غيروا يقرؤوا تراكيب صرف وتحويل اذا غير بدا ونخرجوا للقواعد بطريقة صريحة اه هنشوفوا دابا من الكلمات الاتية ضعوا كل واحدة في مكانها المناسب هادي كيعرف هالفعل الاسم الحرف هاد العناصر هادو كيعرفهم اذا بحرون اذا فهي اسم في فهو حرف كينين بعض الوليدات اللي باقي ما يقدروش يبنيزو بالفعل والاسم اذا كينين تقنيات اللي كان نحاولو نعاونوهم بهم يعني واش الى كان يقدر يدخل عليه الراه اسم اللي يقدر يدخل عليه الراه اسم وكذلك باش يفرق بالاسم والفعل اللي كتقول لي الاسم يعني اسم ديالشي حاجة كينة كنعرفوها كنشوفوها متلا كنقدروا نلمسوها متلا الكتاب ونرى ها هو الكتاب هادا سميناه كتاب هادا سميناه بحر مفهوم يعني عطينا الاسم ديالواحد الشيء اما الفعل شي حاجة كنديروها كنقومو بها شي حاجة كنديروها بالجسم ديالنا ولا بدماغنا ولا تنفكرة لاعيبة مكينش حاجة اسميسا لاعيبة مكينش حاجة اسميسا فكرة ولكن شي حاجة احنا كنديروها اذا هادو بعض العناصر للوليدك اللي باقي عندهم هاد الاشكال انهم فرقوا بالاسم والفعل تقدروا تعاونوهم بهم اذا يلعبوا فعل ما نقدرش نقولو اليلعبوا فهم اذا ما نقدرش نزيدو عليه الشمس اه ممكن نقولو الشمس شمس رئيسم ديال الشمس اجري كدالك فهي فعل يعني وحد حاجة دي كنقوم بها عاملون العاملو يا هادو الحروف ما عندهم تمعنا ببعدهم تأكلونا راه فعل فعل كيقومو بي وحد الناس على كدالك حرف ملكونا هنا ملكو ناولا ملكونا ما عندهم مهم هنا يا غنديرو اسم هنا وقلي كندون كانت ملكون لان هادنا بنتلية بلون مغاير اذا غندوزو الان الصرف والتحويل اذا هنا هنا عنا الصرف والتحويل صنف الافعال في الجدول حسب النوعيهات شيته وقروه في الثالث اذا واش سالم واش مهموز واش مضاعف هذا الفعل صحيح واش متل واش اجوف واش ناقص هذا الفعله المعتل اللي في حروف العلال اللي هما الاليف والو واليال اذا هنشوفو دائما من اللي بغي لولي يدي عرف نوعي فيه الخاصو يرجعو الماضي مع هو هو مع هو اشنو كنقولو في الماضي اذا هنه عضة عنده الشدة اذا فهو مضاعف هنه ضروري خس كددي الشدة وتقرأ معاه ماش يعرف اشنو كين وضع عنده حرف من حرف العلال اللي قولنا اللي هي كتجمع في كلمات وايون اذا وضع عنده حرف العلال في الاول فهو كيتسمى مثال وضع نام عنده حرف العلال في الواسط اذا فهو اجوف كتب سالم ما فيه تحاجة لحرف علال الهمزة لتضعيف ماش عنده حرف العلال في الاخير اذا ماش ناقص سأل عنده الهمزة اذا فهو مهموس ماده عنده الشدة اذا فهو مضاعف يأخده خس نرجعه الماضي اخذا ماش ميشوفش ديك اليأويس حبره ديال ديالالعله اخذا قف خس نرجعه الماضي وقفه اذا فهو مثال هذا وقفه هذا اصله اخذا مفهم اذا مثال اخذا بكا فهو ناقص عنده حرف العلال في الاخير عنده حرف العلال هنا يحفظ اذا نخصي ندير حافظة اذا فهو سالم سالم لانا 1 جوش 3456781111 و 1 جوش 3456781111 باش مرقوش نسيت شي واحد اذا ناقصي نكمله وحول الجملة التالية انا تلميذ النشيط مع الضمائر انت هو انتما وهي اذا انت تلميذ النشيط هادو الى ما كانش عفوان الى ما كانش لوليد دابطهم الى ما كانش لوليد او للبنية دابطهم خصهم تكرار نعطيهم الفعل كمه كان اي جملة تحطيه بالي ونعطيه الضمائر ونعطيه يدير التحويل وهو تلميذ النشيط تلميذ النشيط تلميذ النشيط اه اه احنا ما عاشوش انت ولا انت صراح اكتر تكون انت من الاحسن انديرو تلميذتون نشيطتون باش نبدلو شوية نفهم لانا هنا ما كانش شكل لانو الاحسن تدير انت تخليه يدير تلميذتون نشيطتون بدلو انتما تلميذاني نشيطاني هي تلميذتون نشيطتون بشو الاملاء وحيط بخط الكلمة الصحيحة اذا هنا عندي جوج كلمات كل وحده في هوني صحيحة اذا وش بئرون او بئرون الهمزة على الواو اذا كلمة صحيحة هي هادي علاش؟ لان الهمزة المسبوقة بكسرة تكتب على اللي يأتي في مبادة كل حركة ديالها واش صبورتون بصد اولا صبورتون بالسين اذا هنا بزاف كيوقع اليوم هاد الخلط في الكلمة ديال صبورة اذا فهي صبورة بالسين واش هنا خادماتون ولا دمياتون هنا كنظن كين عودتاني خاطاء مطبعي هنا خادماتون وكل هنا كانت خاصة تكون خادماتون هنا كينش خاطاء اما رجعوا هادي بالتاء مبسوطة اما رجعوا هادي بالتاء مبسوطة اذا واح هنا كنظن خاصة تكون خادماتون بالتاء مبسوطة باش يدور على خادماتون هنا سيارة او سيارة اذا كلمة صحيحة هي سياراتون لان هنا خادمات جمع مؤنت سليم خاصة يكون بالتاء مبسوطة فهنا يكن خاصة تكون بكلمات صحيحة لان هذه خاطاء من دزول تعبير الكتابي اذا فهو تقويم بسيط هنشوف هنا سابعا نرتب العبارات الآتية لتكوين بداية ونهاية النص البداية وأشاركهن في صنع لعب جديدة اعتدتوا اللعب مع صديقاتي إلى أن دخل الجهاز الساحر بيتنا أمارس معهن ما نحب من الألعاب اذا خصو يقرأ ويعود يقرأ ويعود يقرأ وتشرح لي الكلم الجمال لشنو المعنى ديالهم اذا مفهم شعاد تخليه يغتب الجمال اذا الجملة اللولة هي اعتدتوا اللعب مع صديقاتي أمارس معهن ما نحب من الألعاب وأشاركهن لاش مدرناش وأشاركهن هي اللولة لأن هذه معناش بشر ربطوها مفهم؟ إذا نخصنا هذه عدر ربطوها بهذه أمارس معهن ما نحب من الألعاب وأشاركهن في صنع لعب جديدة إلى أن دخل الجهاز الساحر يعني الحاسوب بيتنا هذه هي البداية هنشوفوا النهاية نرتبوا لها الكلمات دياله إنه حقا أساد واسع المعرفة كما يختزن الكثير مما يفيد لي هكذا اكتشفت أن الجهاز يختزن رصيدا ضخما من الألعاب بمعنى هي كانت تلعب معهم حتى تدخل هذا الجهاز الساحر لهو الحاسوب إذن بهذه الطريقة هي إذن هكذا اكتشفتوا رتبوا النهاية ببحدها أو لنكملوا الترتيب إذا نريد أن نكملوا على الترتيب فهذه ستكون خمسة أم لا هي واحد بالنسبة للنهاية إذن هكذا اكتشفتوا أن هذا الجهاز يختزن رصيدا يعني أجدرنا هكذا لأنه الكمالة ديال هادي إلى أن دخل الجهاز وساحروا بيتنا هكذا اكتشفتوا أن هذا الجهاز يختزن رصيدا ضخما من الألعاب كما يختزنوا كما يعني ضفنا هذا الاختيزان لولا هذا الاختيزان الثاني لأنه وجوج يعني ست إنه حقا أستاذ واسع المعرفة إذن إما رتبوا كلهم من الواحدة السبعة إما رتبوا هذو ببحدهم إما رتبوا هذو ببحدهم وغيكون النص هو هذا إذن كانت مننا نكونوا وساعدناكم بشعوني لوليدة ديالكم بالتوفيق لكم وليهم إن شاء الله وإلى اللقاء مع تقوين شخيصي آخر إن شاء الله